السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت موظف جديد بهاي الشركة المنظمة منظمة الولايات دورك اللي هي المنظمة الهولندية رح يسترجعوا لك التكاليف اللي انت حطيتها على اذن العمل فقط اذن العمل يعني التكاليف بحدود الخمسمائة أو ثلاث ليرات تمام شرط انك سجل بهذا الرابط هذا هو الرابط استرجاع التكاليف لمن لديه اذن عمل صادر من في شهر ثمانية 2021 او تسعة طبعا انا تواصلت مع الاستاذ رسلان ريحان الاستاذ رسلان ريحان بشكل شخصي وتأكدت من هذا الخبر يعني وتأكدت منه يعني مشان ما انه يكون الخبر منقول انا جبت الخبر من المصدر ان شاء الله باذن الله وفي رابط للتسجيل على هذا هاي المنحة منحة استرجاع تكاليف اذن العمل لمن اذن العمل تبعه يبدأ من بواحد ثمانية او بواحد تسعة طبعا هي بحدود الخمسمائة او خمسمائة او ثلاث ليرات تمام يا جماعة الخير العدد الاشخاص المستفيدين محدود لذلك يا جماعة الخير اي حدا تعرفونه تاريخ اذن العمل جديد له من تاريخ واحد ثمانية وبعد مذكور بعثوله هذا الفيديو حاليا رح اسمعكم اصوات واشوفكم المحادث اللي تمت بيني وبين الاخريحان الله يزيل خير انسان طيب جدا واشكره من هذا المنبر اشكرك استاذ ريحان من القلب او مع محادث الاستاذ رسلان هيا اليوم توصلت معه السلام عليكم ورحمة الله بعثت له البروشور اللي وصلني تمام قلت له هذا البوست صحيح قال لي نعم بل لكن فيه تحديث على الرابط هذا الرابط فيه تحديث عليه فبعثي لي الرابط الحقيقي طبعا هذا الرابط رح اترك لكم يا بصندوق الوصف مشان ايش مشان تسجلوا اه ممكن تفاصيل اكثر استاذ رسلان يعني شو هي التكاليف مثلا سيكورت مع تكاليف فرد لي بصوت الرجل الله يزيل خير هاي التكاليف لما بتدم انت عمل بشركة معينة بعد ما تجي موافقة الدولة بتلك روح على البنك البتولة صاحب شركة روح على البنك ودفع ايصالين كل مجموع الايصالين خمسمية وثلاث ليرات بتبعينها بش بعد ما تدفع هدول هاي القيمة هاي بحوالي خمسة صاحب بيطل اه اذن العمل نقول تلا ما في بس موضوع الخمسمية وثلاث ليرات اللي انت بتدفعهم اه كرسوم اذن العمل الثانوي هاي دعم فقط ولازم يكون اول اول مرة بيطلع يعني لو شخص نفسهم طالع اذن عمل بغير شركة مو مشكله ولكن بنفس الشركة اول مرة يكون مخصص مطالع اه شايفين اسمعتوا يا جماعة الخير صوت الاستاذ رسلان الله يزيل خير حاليا ان شاء الله انا كملت مع وليجا وقلت له اخي في عدد بطلوم منكم انا سمعت فقط 400 شخص قال لي هيك شي يعني اي شخص يا جماعة الخير تعرفوا قدم على اذن عمل اه بشركة جديد يعني اذن عمل لأول مرة من تاريخ واحد ثمانية وبعد شاركوا له هذا الفيديو ليسجل ليستفيد رجعو له 500 ليرة تقريبا كنت بتلو ان بس يا ريت فهمني يعني تاريخ استلاف اذن العمل لازم يكون بعد واحد ثمانية ولا تاريخ اول تقديم على اذن العمل عذرا منك طولت عليك فاردلي بصوت الله يزيل خير الرجل اخير الكريم لازم يكون على اذن العمل تاريخ بداية اذن العمل اي تاريخ بعد واحد ثمانية او احيانا بيكون مثلا تاريخ بداية اذن العمل لو نفترض خمسار سبعا بس على اذن العمل تاريخ التوصيل اذن العمل اذا كان حتى لو كان اي تاريخ على اذن العمل ان كان على اذن العمل فمكتوب عليه واحد ثمانية وبعدين اشغل شفتوا يا جماعة الخير او سمعتوا صوت الاستاذ ريحان يعني يقول لك انه اي تاريخ بعد واحد ثمانية موجود على اذن العمل اذن العمل مصدر لأول مرة في شركة جديدة طبعا اكيد سمعتم الصوت واكيد كل شخص يعرف باذن العمل فهم على الصوت اللي بعثه الاستاذ ريس لان حبيت اشارككم هالفيديو حاليا طبعا رح ننتقل على الرابط ونشوف طريقة كيفية التسجيل تمام يا جماعة الخير خليكم ماي هيا انا كالعادة دائما انا ابوب المعلومات المهمة بصندوق الملاحظات اللي باع تليفوني هذا الرابط يا جماعة الخير استرجعت كاليف تقديم على اذن العمل طبعا هي تقريبة محدودة 500 ليلة نقلا على استاذ رسلان ريحان مدير منظمة وناية دورك المنظمة الهرنضية في كل الولايات التركية تغريبا فيه ولايات محدودة هي الله أعلم سبعة وثمان ولايات رح نشوف مع بعضنا حاليا بعد ما نفوت على الرابط هذا الرابط يا جماعة الخير اللي حب يتابع الأخبار عندي في تركيا عموما هاي تليجرام قناتي هاي قناتي على يوتيوب اللي يحب يتابع الفيديوهات المهمة من مساعدات من أخبار مهمة هاي قناتي على اليوتيوب هاي مجموعة الفيسبوك أيضا أنا أدمن فيها أيضا هذه صفحتي على الماسنجر جابر عثارات الكرام اللي حبي تواصل معي عنده سوال استفسار مشكلة يتواصل معي على هذا الماسنجر تمام يا جماعة الخير حاليا رح ندخل على هذا الرابط رح ندخل ونكمل معكم هاي الرابط دخلنا عليه يا جماعة الخير هل لديك إذن عمل أكد تكتب له نعم إذا كان لديك إذن عمل فهما هو تاريخ الإصدار قامت آخر يعني التاريخ اللي بلش فيه إذن العمل بعد ما استلمته طبعا شوف المكتوب على الكرت من ورا اسم وكنية بالأحرف الكبيرة يا جماعة الخير الاسم والكنية تكون بالأحرف الكبيرة اسمك كنيتك رغم هاتف لا تخربط فيه يا جماعة الخير ايش البطاقة اللي حاملها انت حماية مواقتة ولا إقامة سياحية ولا أنت مجنس تركي شو اسم الشركة اللي أنت شغال فيها تمام مثلا شركت الإيمان مثلا شركت البيمي مثلا شركت البيم القتر صاحي بندان وهو الموجر يعني أعطيكم أسماء شركات يعني شبه وهمية يعني اسم صاحب العمل صاحب الشركة ديف تحطه أيضا رغم هاتف صاحب العمل أيضا الوضع الحالي مقدم الطلب هو عامل ولا صاحب عمل أيضا تأشر عليها تمام الولايات التي تعمل فيها اسطنبولي لا تستفيد إزمير قازع انتاب هاتف صاحب العمل مارسين أظنة أنقرة كونيا كيصري وباشاك وباشاك تمام مجال عملك أنت شنو محاسب عامل أو ما شابه ذلك تعطيه ارسال معلومات إيش باي الحالة تكون مصرت المعلومات على المنظمة الهولندية يتم تقييم طلبك إذا أنت ضمن الحدود لأربعمائة شخص اللي رح يدعمونهم إن شاء الله بإذن الله يتم التواصل معك واسترجاع التكاليف اللي حطيتها أنت اللي هي 500 لير مثل ما ذكر الأستاذ رسلان ريحان طبعا يا جماعة الخير أنا كل المعلومات هاي رح أتركها بصندوق الوصف في قناتي على اليوتيوب شاركوا هذا اليوتيوب أتمنى الجميع إذا كنت تستفيد ولا ما تستفيد من هذا الفيديو علق بالصلاة على سيدنا محمد ويا جماعة الخير الفيديو أحضروا مرة وثين وثلاث ممكن تستفيد ممكن أحد أقرباء كنت تستفيد من هذا الفيديو شاركوا هذا الفيديو لكل شخص مستخرج إذن عمل جديد بعد تاريخ واحد ثمانية جزاكم الله خير وبرك الله فيكم أخوكم محمد وحمد جزيب رفضة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته